اشتركوا في القناة ثم ظهرت اخيرا اخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما اشبه ذلك كل هذه الفرق اجعلها على الاسار وعليك بالامام وهو ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشعين ولا شك ان الواجب على جميع المسلمين ان يكون مذهبهم مذهب السلف لا الانتماء الى حزب معين يسمى السلفيين الواجب ان تكون الامة الثلسانية مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب الى من يسمى السلفيون انتبه للفرق هناك طريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون المطلوبة اجتباع السلف لماذا؟ لان الاخوة السلفيين هم اقرب الفرق للصواب لا شك لكن مشكلتهم كغيرة ان بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه ونحن لا نمكر هذا ان يجتمع واساء هذه الفرق ويقولنا بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسول فلنبتحاكم اليهم لا الى الاهواء والاراء ولا الى فلان او فلان كل نخص ويصيب مهد لا الى الاهواء والاراء ولا الى فلان او فلان كل نخص ويصيب مهد عبادة ولكن العصمة في جين السلفي فهذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى سلوك طريق يسلم فيه الإنسان لا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق الصالح بل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفلفاء الراشدين المدين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اشتركوا في القناة